بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم نتمنى يا ربي يلقاكم وانتوما في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة انتوما والأهل ديالكم والأحباب ديالكم والأولاد ديالكم إن شاء الله فيديو اليوم هو المخ ديال الغنمي مشرم البلاسوس كيجيزوين بزاف روعة روعة ما نقولش ليكم والأهم أنه ما كياخدش بزاف ديال الوقت الساهل دغيتي وجد بالنسبة الناس اللي كيجيوا معطلين من الخدمة أو كيجيوا عيانين هذا ره الحل المناسب ليكم كيجيزوين بزاف سواء في الغضاء أو لا في العشاء كيف ما حبيتو ما تمشيوا فين خليكم معايا حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير بطريقة التحضير عندي هنايا كيف ما كتشوفو على الصورة عندي المخ ديالغنمي عندي هنايا استديا اللمخاخ استديا القيطع نضفتهم زيان غسلتهم نقيتهم وقطرتهم من الماء غدي نحتاج معاهم واحد الكيمية ديالطماطيم اللي كتكون دائما على حسب عدد أفراد ديالأسرة القزبور والمعدنوس الثومة بالنسبة للتوابير غدي نحتاج للملحاء لحسب الضوغ الخرقوم تحميرة القليل من الإبزار والكامون وزيت الزيتون بطبيعة الحال أول حاجة غدي نديرها وهي غدي ناخد متاشا غدي نحكها ونعود نرجع معاكم إن شاء الله هنا من بعد موجة المطيشة اللي هي حكيتها كيف ما كتشوفو غدي نضيف عليها القليل من زيت الزيتون تقريبا واحد جوش المعالق كبار حتى الثلاثة غدي نضيف الثومة من بعد ما حكيتها بالنسبة لكمية اللي ضفت أنا ديالتومة ممكن تزيدوا عليها لأنها هي زوينة كتلد الطاجين مشيت شوفو هكا تقولوا راحة كتيرا ضفت التوابير حتى هي كاملة بالنسبة للقزبور والمعدنوس أنا قطعتهم ولكن ما غديش نضيفهم دابا غدي نخليهم من بعد حتى طيب شوية لاصوس ديالي عاد غدي نضيف القزبور والمعدنوس غدي نحرك مزيان هذيك اللاصوس باش ندامج معها هذيك العطرية قبل ما نحطها فوق البوطة كيف ما كتشوفو على الصورة كيف ما كتشوفوها هو حطيته فوق البوطة كيف مزيان هذيك اللاصوس ديالي لاصوس ديالي تطيب كنحركها شوية هكاية وغدي نضيف عليها القزبور والمعدنوس اللي قطعت من قبل غدي نحركهم شوية باش القزبور والمعدنوس يندامجوا معها لاصوس باش ما يبقوش محطوطين في بلاسة واحدة ومن بعد غدي نغلق على الطاجين وغنخليه يكمل الطيب دياله حتى تشرب لاصوس ونرجع معاكم هنا اخوتي 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 كيف ما كتشوفو على الصورة غدي نضيف القيطاع ديال المخ اللي انا قطعتو من قبل ممكن نديرو هنتو ما يا صيني اللي بغيتو انا كيعجبني نديرو هكاية قيطع غدي نحاول نوزعو على الطاجين كامل بشي طيب كله في مرة واحدة ما غديش ياخد بزف ديال الوقت ضغيتي يوجد هكاية قنقا نقدوم الجناب بش يجي موزع يجي القيطاع ديال المخ موزعين هكاية في طاجين كامل وماشاء الله الريحة ديال ديال لاصوس وهي كالطيب في الطاجين مع ديك التومة واربيع وزيت الزيتون عبتي الريحة ديال هزوين بزف بزف ما شهيتكم فيها هنا اخواني اخوتي ههو يوجد طاجين ديالنا كيف ما كتشوفو كيف ما شفتو لاصوس راها تشربات يعني الكمية ديالها راها قلالت وبقى غير المخت قريبا هالطريقة راها هزوين بزف و سهلا وما تاخدش معاكم بزف ديال الوقت غادي نضيف القليل ديال القزور المعدنوس هكاية ملفوق انتو مايلا كان كيعجبكم ممكن ديروه ما كانش كيعجبكم استغنوا عليه لكم حرية الاختيار هالطويجين راها ساهلة الاخوات اه ساهل تحضير مغياخدش معاكم بزف ديال الوقت تقريبا خدم عيه خمستاشر دقيقة ديال المدة الطهي دياله ما بين تحضيره و الطهي خمستاشر دقيقة اه هالطاجين غاديلق الناس اللي راهو مخدامين وكيجيوا معطلين من الخدمة ديالهم وكيجيوا حيرين ودايخين وتالفين شنو يوجدو باش مياخدش معاهم بزف ديال الوقت هالطاجين راها مناسب ليكم مغياخدش معاكم مدة طويلة واكيد غادي عجبكم مغاديش تبقى وتستغنوا عليه الساهل ماهل اه والاهم انه كيجي لديد بزاف كيجي مشرمل كيجي بنين اه نخليليكم اه تحكموا علي انتو ممنين توجدوه او تحكموا عليه وتشوفوا الطريقة ديالي واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش اكيد غانتا در التعليق الزوينة ديالكم وبغيت نقول لكم بان بما ان رمضان الكريم ان شاء الله قريبا على الابواب وممكن ديروا هاد الاطواجين ديال المخ بلاسوس راها كيجي زوين في مائدة الافطار وعليش اللحته في العشاك يجي خفيف وزوين هنا وصلت النهاية ديالفيديو ما بقالي الا نقول لكم انتم نلقاكم وانتم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة يا ربي وكنتمنينا الاعجاب ديالكم هنا ما بقالي الا نقول لكم استوديعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة